أهلاً وسهلاً بحضراتكم وموسم كرة وجديد كل سنة وانتوا طيبين كل سنة والدور المصري بيكتب تاريخ جديد الدور الأقدم في المنطقة العربية كلها الدور اللي خرج أساطير ونجوم وأنديع عريقة مش ممكن أبداً تتنسيه مهما عدد السنين الدور اللي شفنا معاه أحلى الأيام والذكريات والجوال والمهارات والاحتفالات وكمان الاحتواءات يا سلام على المزيكة الحلوة دي رجعتونا لزمن الكرة الجميل 76 سنة كرة من أول انطلاقة للبطولة التاريخية في 22 أكتوبر سنة 48 علشان يدخل الدور المصري تاريخ الكرة العالمية باعتباره من أقدم الدوريات نسبوع ده احنا إن شاء الله على موعد مع النسخة رقم 66 بعد ما تلغت بعض المواسم لظروف مختلفة لكن تاريخ الدور المصري لازم يوقف كتير قدام أول نسخة اللي اشترك فيها 11 فريق الأهلي وفاروق اللي هو كان الزمالك حاليا والترسانة والترام والمصري وبرفؤاد والاتحاد السكندري والأولمبي والإسماعيل والاتحاد الرياضي اليوناني بالاسكندرية والسكة الحديد وقدر الأهلي وقتها بنجوم الكبار يفوز بأول نسخة من بطولة الدوري وقدر يجمع 29 نقطة متفوقا على الترسانة صاحب المركز الثاني والإسماعيلي والمصري والزمالك اللي كان وقتها في المركز الخامس وبرغم عدم تصوير متشاة الدور في الوقت ده لأن ما كانش لسه في تلفزيون في مصر لكن عمر تاريخ الأهلي ما ينسى أساطير سهموا في الفوز بأول لقب زي حسين مدكور ومحمود حمد كروان كبتن الفريق ومعهم كمال حامد وإحمد مكاو وفقاد صدقي ومحمد أبو حباجة وحلم أبو المعاطي والهيطة وهمامي وتوتو وصالح سريم وغرهم وغرهم من نجوم الكبار والنهاردة لأول مرة بنستعرض معاكم تأرير جارية المؤطم يوم 26 أكتوبر سنة 48 عن أول مباراة وأول انتصار للآهري في تاريخ الدوري وكان بنتيجة كبيرة 5 صفر على اليونان السكنداري لكن الملفت مش النتيجة الكبيرة ولأن الأهلي بطل أول نسخة من الدوري لكن الملفت هو أن نظام وسيستم النادي الأهلي ما بيتغيرش على مر السنين من أول يوم لحد النهاردة تشوف المكتوب التزام جميع عناصر النادي الأهلي بالنظامه اللي وضعه مختار التيتش وإشادت الصحافة به من أول مباراة ومن أول يوم للأهلي في الدوري بنظم مبارياته على أفضل ما يكون وده لفت نظر الصحافة ومتشوفش ده وقتها مكتوب عن أي نادي في مصر كمان تشوف لحد دخل المباراة اللي كان وقتها 160 جنيه ومتين مليم وده كان رقم كبير جدا في الوقت ده كمان إشارة الصحيفة لأن كان من حق أعضاء النادي الأهلي يدخلوا المباراة مجانا لكن رغم ذلك إيراد كبير جدا للمباراة سيستم الأهلي هو سر نجاحه وده اللي صعب تشوفه في أي مكان تاني غير النادي الأهلي مش بس النهاردة لكن من سنة 48 ومن قبلها بكتير كمان مرت السنين واختلفت الأجيال لكن فضل الأهلي على قمة الدوري سبع عن دية بس فازوا بالدوري كان أولهم وآخرهم الأهلي وكان صاحب الرقم القياسي في الانتصارات زي ما تعودنا على صاحب كل الأرقام القياسية الأهلي كان البطل في 44 نسخة وفي الموسم الجديد بيبحث عن اللقب كام 45 ياللي بيطلعوا شعارات وهمية الأهلي بيدور على الرقب كام 45 تصوروا 44 لقب في 65 نسخة اتلعبت كاملة فاز الزمالك ب14 لقب لإسماعيلي ب3 ألقاب ولقب واحد لكل من من الترسانة وغزل المحلة والأولمبي والمقاولين العرب يعني لو جمعناهم كلهم على بعضهم هيطلعوا 21 لقب بس والأهل الوحده كسب 44 لقب وإن شاء الله يوصل للقب رقم 45 السنة عايزين نحكي مع بعض حكاية درع الدوري عارفين شكل الدرع اللي بيتسلم على نهاية كل بطول الدوري نحكيه مع بعض الدوري المصري على مدار تاريخه كان ليه 3 دروع اللي أهلي فاز بيهم كأول فريق البداية كانت مع الدرع الخشبي اللي احنا دايما معتدين على شكله اللي فضل في زاكرة كل واحد فينا اللي تصنع سنة 49 ووزنه كان حوالي 7 كيلو وتم تصميم درع الدوري الأديم على شكل طبق من الفضة الخالصة وكان قعدته قعدة خشبية محاط بإطار خشبي وبيتمنح اسم البطل والنسخة المتوج بيها على الطبق الفضي طب في 2016 اتعمل درع جديد بس ماكملش المشوار وبرضو فاز بيه الأهلي وارجعنا تاني للدرع القديم قبل ما يتم الاعلان عن نسخة جديدة السنة اللي فاتت وفاز بيه برضو الأهلي كان على شكل لحة فضية مزينة بشرائج ذهبية وكان وزن الدرع 12 كيلو دي حكاية الدوري المصري العريق والنهاردة احنا على موعد مع أول مباراة للأهلي في النسخة رقم 66 بيقولوا ان الدوري هو البطولة المفضلة للأهلي وانا بقول لكم الأهلي هو البطل المفضل للدوري لو غاب سنة بيرجع عشرة في حضن الجزيرة الأهلي والدوري حكاية عشق طويلة من سنة 48 ولحد النهاردة من أول ما قلنا يا كورة ويا دوري لحد ما بقينا أبطال نص العالم أيوة احنا أبطال نص الكورة الأرضية